شاهدين الكرام مساء الخير يعود الحديث مرة اخرى عن اوهام جديدة مثل المنطقة العازلة ومعارك دمشق الكبرى واعادة التسليح والتدريب والمجسمات الكرتونية لاضغاث احلام بائع النفط والغاز والخطط الجديدة لعصابات المرتزقة والقتل والفارين والخارجين عن اخلاق السوريين يبدو واضحا ان هؤلاء لم يدركوا تماما بعد انهم طوال عامين من حربهم القذرة على الشعب السوري استخدموا كل هذه الاوراق فعقدوا المؤتمرات تحت شعارات الصداقة والانسانية وفرضوا العقوبات المالية والاقتصادية الجائرة واستهدفوا الاعلام السوري وارسلوا المرتزقة من اربع جهات الارض وارتكبوا المجازر التي يندى لها جبين الانسانية والتي استهدفت كل مواطن في سوريا ايها الغلمان والمرتزقة ان نظرة الى المشهد الدولي يجب ان تفهمكم الى اين تسير الامور فواشنطن تتلقى تهديدا من بيونج يانج بضربات نووية ورئيس اركانها يهرع الى بكين طالبا التفاوض وفي الوقت نفسه تسرب اخبار عن ارسال خطط العصابات للهجوم على دمشق الى الخارجية الامريكية لتصديق عليها ولكن هؤلاء لا يدركون ان خارجية امريكا مشهولة في كوريا الشمالية وليست في صدد تدقيق خطط هي من وضعها وقد سقطت بصمود السوريين واسطوريتهم انه المشهد الجديد في العالم وفي المنطقة ترسمه ارادة الشعب السوري البطل وتخطه دماء الشهداء الغزيرة ودموع الامهات والثكالة واليتامة ودعاء شهيد المحراب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وكل رجال الدين الاسلامي والمسيحي وعرق الفلاح والعامل والمعلم وطلاب الجامعات واما رجال الله ابناء الجيش العربي السوري فهم قادمون من كل حد وصوب ليرفعوا علما واحدا انه علم سوريا علم الاباء والعزة والكرامة ولن تنفع البعض ابار النفط والغاز ولا اعلام النصب والاحتيال ولا مشايخ البيترودولار ولا وهم امريكا التي كما ترون مفلسة حائرة تبحث عن حلول دمتم ودامت سوريا